معايا محمد من المنوفية ولن انسى احمد من سهاج استاذ محمد من المنوفية السلام عليكم ازاك يا دكتور وعليكم السلام يا غالي اهلا بيك يا حبيبي اتفضل انا كنت امكلمك من ثلاثة ايام كده دكتور عيون يا حبيبي اتفضل الله يخليك احضربك يا دكتور على طول المياه على طول ما بقدرش استحمله حتى وانا بصلي الاقي نفسي ازا نأتي وانا بصلي حتى ايه حل المياه ده انا بالسكر طيب السكر يا حبيبي مزبوط ولا اصلي من علامات البولي الشديد عدم انضباط السكر وهقولك ليه يعني احنا نعرف السكر مش مزبوط ان احنا ما نتحملش المياه وكل شوية ندخل الحمام انت عارف احنا بندخل الحمام ليه لما السكر يكون مش مزبوط لا ليه بقا انا هقولك ليه يا حمادة علشان لما السكر يعلق جسمه هيطلع السكر ايه فين هيطلعوا يرميز زاي يطلعوا مع البول يطلعوا مع ايه يا سيد محمد مع البول فيبقى كل شوية عايزين ندخل الحمام هو الغرض جسمك مش بينزل البول ده بينزل سكر مع البول فيلاقي البول حجة فهمتني يا حبيبي عشان كده السكر لما جال حضرتك جديد لاحظت انك بتخس وقلنا ليه بتخس وبتحتش كتير وبتجوح كتير وقلنا ليه ولو عايزين نقول نقول وبرضه بتدخل الحمام كتير ويمكن بيصحيك بالنوم بالليل مرة ولا اتنين صح؟ بقى كلات مرات وربعة مرات بالليل يا دفت صح ولا لا؟ صح يا دفت ما اقول لك بدخل ثلاث مرات وربعة مرات في الليل طيب يا حبيبي انت منين من المنوفية؟ منوف نفسها منوف احسن ناس حجاوبك حالا يا سيد محمد سيد محمد سنك كم سنة؟ طيب قطع الاتصال لو حد سألني هو انا ليه بسأله سنه كم سنة؟ ها؟ برافو مين؟ عندنا حد فيصل اهو؟ في الهرم حد حيجاوب؟ الجيزة حد حيجاوب؟ الشرقية؟ البحيرة؟ مين حيجاوب؟ مين حيجاوب؟ انا هجاوب انا انا بسأله سنه كام في حالة زي دي حشان البروستاتة البروستاتة بعد سن الخمسة واربعين بيبقى فيها مشكلة زي بتحت السكر ان العيان يصحى من النوم عشان البول والبول ينقط في اخر البول فكنا عايزين نفرق لو هو سنه صغير اقل من الخمسة واربعين يبقى بنتكلم في السكر صراحة لكن لو كان سنه فوق الخمسة واربعين تدخل معانا البروستاتة كعامل تاني يسبب المشكلة كده انا مش حانسى ابدا الاتصالين اللجوم وهجاوب على الاتنين الاول نجاوب له استاذ محمد هو بياخد امريل كنت عايزة اسأله بياخده مرة ولا مرتين؟ دي نمرة واحد وانتو تعلمتوا معانا سكر صح؟ كل اللي بيشوفوا برنامج تواصل مع الدكتور حسين الشورى بقوا اسادزة في السكر لدرجة عيان جانب العيادة قال لي من كتر المعلومات الحلوة اللي حضرك بتقولها في برنامج تواصل انا خايف يعني يحصل لي كده ايه اتغر وافتع عيادة قلت له افتح يا عامي ولا يهمك فالحقيقة الحمد لله انه يعني الناس المعلومة بتوصلها واحنا سعداء بدا ودايما نقول ده الوجه الله تعالوا نرجع بسرعة تانية او اهم معلومة نقولها لو استاذ محمد بتاخد اماريلي مرة ولا مرتين اتنين تاخد الاماريلي وتاكل وتستنى ساعتين ونقص سكر بعد الاكل بساعتين اذا السكر عدى ال160 يبقى الاماريلي ما زبطكش ينزود في جرعة الاماريلي يندخل بدوى تاني جنب الاماريلي ينشيل الاماريلي ونحط دوى اقوى منه كل دي خيارات قدام الدكتور نفس الكلام في الغدى هاخد حباية اماريلي تانية لو باخده مرتين او ما اخدش لو انا ما باخدش وايس بعد الغدى بساعتين السكر ما يعدش 160 لو عد 160 بكتير يبقى انا مطالب الاستعانة بصديق اللي هو دوى الدوى ده اشوفه قوي ولا لا انا كدكتور وهكذا يبقى حيام السكر اللي بيتابع الدكتور حسين الشورى على قناة الصحة والجمال في برنامج تواصل يقدر بنفسه يزبط السكر على الاقل يحكم سكره مظبوط ولا لا انا مش عارف ازاي مريض سكر يجيلي نوم وهو مش عارف سكره مظبوط ولا لا وانا هقول لكم قصة لطيفة جدا اتمنى بكده ابقى جاوبت اخويا محمد من المنوفية يبقى تاني يا حج محمد ينغير الاماريل وانا افضل ان حضرتك تغير الاماريل بدوى تاني وليكن جالباس 150 على 1000 او جليبتس بلاس 50 على 1000 جالباس 150 على 1000 او جليبتس بلاس 50 على 1000 مرتين مشكلتك هتنتهي تماما ان شاء الله يتبقى معاها بس ان احنا ننصحك انه حضرتك تعمل القاتي مرة واحد لازم تاخد فيتامين مقوي به 12 لسببين احنا قلناهم الاولان انه السكر بيقلل به 12 السكر بيقلل به 12 اصلا كمرض فيحصل لحضرتك نقص في فيتامين به 12 الحاجة التانية انه الناس اللي بتاخد جلوكوفاج او سيدوفاج او اموفاج او اي حد من العلد اللي اسمها متفورمين الاسم العلمي متفورمين والاسم التجاري جلوكوفاج او سيدوفاج تمام؟ ده بيعمل ايه؟ بيقلل به 12 لما بيقلل به 12 الحقيقة بيبقى العيان تعرض الى مجتين من نقصان البه 12 انه كونه مريض بالسكر اصلا وكونه بياخد علاج في المتفورمين فيبقى يعين العصب بتاعه كأنه خد قلمين يعني هفناه قلم بالايد اليمين وقلم بالايد الشمال فالعيان يحصل له التهاب في الاعصاب الطرفية اللي معظم مرضى السكر بيشتكوا منهم تنميل في الادين تنميل في الرجلين